نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن قيام وزارة الأثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركات أجنبية لمدة 20 عاما مقابل مبالغ مالية ضخمة وعضح المركز أن إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء تقدمت بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة الصوت والضوء وأن الطلب ما زال قيد الدراسة من قبل وزارة الأثار كما نفى المركز وجود زيادة في أسعار الأرز بالمنافذ التامونية والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه وفقا لما ردده بعض التجار